وفق معطيات حصرية حصلت عليها قناة ميديان تيفي فإن مواجهة مسلحة شرت ليلة العاشر والحادي عشر من غشت الجاري فيما يعرف بمخيم العيون بمخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر ودارت هذه المواجهات بين عصابتين من المهربين ينتمون إلى فخدة سلام قبيلة رقبات ومجموعة أخرى منافسة منحدرة من نفس القبيلة من فرع البيهات دون أن تتمكن عناصر والبوليساريو من السيطرة على الوضع وجرى هذا الحادث بعدما قام منتمون إلى فرع البيهات بنزع شحنة تضم ستمائة هاتف متنقل قادمة من موريتانيا من أحد أفراد فرع سلام قبل أن تتمكن عناصر من فرع سلام من استعادة هذه الشحنة التي عرضت أحد أفراد فرع البيهات لجروح النبلغا خلال لحظة توجهه عبر طريقة دوفة المدينة من أجل تسويق البضاع المسروقة وإذا تصاعد هذه الحوادث وعجز عناصر البوليساريو بما يسمى بمخيم العيون على وضع حد لهذه الاشتباكات وجه فرع والجبهة الانفصالية تعزيزات تضم كتائب مسلحة وعناصر من درك الجبهة الانفصالية